بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل مقرر ميكانيكا موائع 2 الدرس الثالث boundary layer المحاضرة الثانية رح نشوف خلال هذه الحصة تعريفات أخرى لل boundary layer thickness رح نشوف إن شاء الله في هذه الحصة delta star أو ما يعبر عنه displacement thickness ثم الحصة القادمة رح نشوف 3 أو momentum thickness ثم energy thickness and ما يعبر عنه بال delta e displacement thickness presence of boundary layer introduces a retardation to the free stream velocity in the neighborhood of the boundary يعني age بما أني عندي boundary layer فهذا يعني كانت عندي السرعة لما يجي الماء على u فتصبح عندي age تصبح عندي u طبيعي جداً u small small u أقل من capital u فإذن هنا عندي بما أني كانت السرعة u تصبح لي u small فإذن هنا عندي تأخير بسيط في المسفلو this causes a decrease in mass flow rate due to presence of boundary layer زي ما قلنا الحين بما أني عندي كانت السرعة u تحولت إلى small u هذا يعني إيش تأخير أو نقص في المسفلو A velocity defect ضياع السرعة ما يعبر عنه u capital u minus u exists at a distance y along y axis هذا موجود ضياع السرعة هذه موجود في جميع أو في جميع الأماكن في البoundary layer displacement thickness may be tetheth of a's distance with which the boundary may be imagined to have be shifted such that the actual flow rate would be the same as that of an ideal fluid يعني إيش يعني هي المسافة التي يكون عندها تخيل أنه المسفلو هو نفسه بعدم وجود الباوندري layer هذا يمكن تفسيره إيش تفسيره في الرسمة هذه فهنا داخل الباوندري layer لاحظ أن السرعة هنا تساوي إيش تساوي small u فهنا في المكان هذا عندي إيش عندي أسهم هذه يساوي هذا u minus capital u minus u لو أخذنا هذا بالأزرق يعني كمية الماء هنا أو كتلة الماء الموجودة هنا عوضنا هنا على نفس الشكل نفس الشكل المستطيل فتحصلنا على إيش فهنا ديس بلايسمين باوندري layer فهنا إذن على حسب التعريف ديس بلايسمين ثيكنس زي ما قلنا الآن عندي المستطيل اللي موجود صغير بما أنه ارتفاع ديلتا ستار فإنه طوله هو إيش هو capital u فلو ضربنا بالدنسيتي تصبح مساحة المستطيل هذا رو يو capital u delta ستار ما يعبر عنه في الرسمة اللي موجودة قبل لما كانت الرسمة اللي موجودة قبل كنا إيش كنا إنه موجودة بالطريقة هذه فإذن المكان هذا الأزرق يعبر عنه إيش قلنا السرعة فيه تساوي capital u minus u بما أنه هنا عندي مساحة غير محددة أو capital u minus u غير ثابتة فإذن راح نسوي حقتها التكامل ثم نسوي من سفر إلى إيش إلى delta حقة thickness boundary layer فنضيف هنا بما أنه نحكي على mass flow rate راح نضيف رو ونسوي الأنتجرال على ال y فإذن ال quantity هذه مساحة المستطيل رو يو delta ستار راح يساوي التكامل سفر delta رو defect velocity d y زي ما موجودة عمنا البالانس هذه لو أخذنا الدنسيتي constant فرح نختزل بالدنسيتي تصبح للمعادلة نهاية delta star تساوي سفر integral أو سفر delta واحد نقص u على capital u dy فإذن هنا delta star نستنتج على حسب بالأنتجرال هذا would always be smaller than delta why because u على capital u هي أقل من إيش أو أكبر من السفر ومحصورة ما بين لو أخذنا هنا u على capital u أصغر من واحد وأكبر من السفر فإذن هذا بكله إيش راح يكون دائما أقل من واحد فدائما ال delta star راح تكون أقل من delta هنا نكون خلصت المحاضرة هذه فقط أود سؤالكم هل displacement thickness أكبر بال boundary layer أو لا السلام عليكم ورحمة الله